سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة أولاً حب أشكركم لأنه الأسبوع اللي فات جات لي تعليقات كتير مشجعة وأسئلة أيضاً كتير على حلقة الرد على أسئلة المشاهدين ودايماً حتلاقوا زي ما قلنا كل شهر أو اتنين في حلقة من الحلقات دي نرد فيها على أسئلتكم بشجعكم إنكم تستمروا في إرسال أسئلتكم بطريقة اللي تحبوها وإحنا سعداء إن احنا نجاوب عليها النهاردة بقى حلقتنا بعنوان فلسفة الإله التائه في الحلقة دي حنناقش سؤال هام جداً بنسأله من زمان وناس كلها بتسأله أين الله حنناقش السؤال ده من وجهات النظر الإسلامية أو فلسفة الإسلام في مكان الله فين الإله في نظرهم وأيضاً ما يقول الكتاب المقدس عن مكان الله الكلي الوجود وأثر ده على حياتك وحياتك بصورة خاصة إذا كنت مسلم فأثر عدم معرفتك للإله بيبقى إيه على حياتك وإذا كنت في الإيمان المسيحي وجودك مع الإله المتواجد معك دائماً بيأثر على حياتك إزاي؟ لكن أولاً نتجه إلى خبر الأسبوع خلينا نشوف خبر الأسبوع المرة دي حيكون من إيران في الأخر يومين هنا حصل في 26 مدرسة بنات في إيران تسمم لعدد كبير جداً من البنات بيقولوا أنه حوالي 1200 بنت جالهم حالة تسمم بنوع من الغاز في ناس قالوا أنه هم مثلاً يسمعوا انفجار وبعدين ريحة وحشة جداً والبنات ابتدوا يخرجوا من الفصول ويتسقطوا بقى في الساحات المدرسة المدارس طلبت الأهالي الأهالي بتدت تعرف وتسمع صورة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي لمنطقة واحدة ومدرسة واحدة من مدارس البنات لكن ده منتشر في مناطق كثيرة جداً في إيران حسب ما سمعنا شايفين إزاي الأهالي موجودة عربيات إصعاف موجودة الناس في حالة زعر ورعب وهلع من الأخبار اللي بيسمعوها عن تسمم البنات بيقولوا أن الحكومة عندها هدف لإغلاق مدارس البنات أو أيضاً الانتقام منهم لأنهم اتمردوا في المدارس وفي الشوارع ووقت الثورة اللي حصلت بعد ميست أميني ومقتل ميست أميني وأيضاً مئات من الناس محبوسين بسبب المظاهرات دي استهداف مدارس البنات بالتحديد وفكرة أنه الهدف إغلاق مدارس البنات وأنه يخوفوا الناس ما يودوش بناتهم المدارس ده هدف أنا لا أستبعده أبداً يعني هو بيقال إن ده الهدف في ناس بتصرح إن ده الهدف والحكومة بتنفي طبعاً يعني لكن أنا لا أستبعد ده الكلمة ده بيحصل في أفغانستان في باكستان الحكومات الدينية اللي بتخاف من صوت المرأة ما بتعلمش المرأة فده شيء مش مستبعد وأعتقد إنه بنات المدارس كان عندهم جراءة شديدة خلعوا الحجاب كسروا الحواجز بين فصول البنات والشباب في الجامعات خرجوا بيهتفوا بإسقاط الحكم وحق ميسة ودلوقتي بقى الهتف في الشوارع بإسقاط الحكم وأيضاً يعني الانتقام اللي بيحصل لبناتهم في المدارس في مقال كان أعتقد على البي بي سي بتقول كده بيقول إنه في أم راحت قدام المدرسة بتسأل بنتي فين؟ راجل واقف قدام المدرسة رد عليها وقال لها دول سمموا بارتنا كلهم في المدرسة يعني الشعب عارف إن ده بيحصل في المدارس على فكرة الألف ومئتين اللي أنا اتكلمت عنهم دول كانوا في مدينة واحدة فأنا ما عنديش عدد اللي حصل للبنات في مدن أخرى استهداف المرأة مش غريب على الإسلام عموماً كفكرة وكثقافة إسلامية والانتقام من النساء وتخويف الأهالي بولادهم نفس الحكاية نفس الحكاية خلينا نشوف الفيديو ده وبحذركم إنه الفيديو اللي جاي ده يعني قاسي هنشوف أم بتتضرب علشان بتسأل على بنتها ونشوف بقى البنات اللي في المستشفيات مليين المستشفى إزاي في مدينة واحدة شوف الفيديو هل شوفنا جراءة بهذا الشكل؟ يعني إلا في البلاد اللي بتحتقر المرأة للأسف يعني يوم تمانية مارس هو يوم المرأة العالمية وأنا كنت هتكلم على موضوع تاني النهاردة في الموضوع ده في موضوع يوم المرأة العالمية لكن هتكلم عنه الأسبوع اللي جاي لكن للأسف إنه المثل لاحترام مكانة المرأة يبقى بقتل النساء بالشكل ده من يقتل النساء يخشاهم ودايما دي كانت حالة محمد أم بتسأل على بنتها هتتضرب بالشكل ده؟ أنتو بتعاملوا مع بني أدمين ولا إيه؟ يعني إزاي الرجال عندهم هذا التوحش؟ دول رجالة الحكومة بيضربوا الستات وبيحاولوا يدخلوها في عربية عشان هتقبض عليها يعني بنتها ممكن تكون ماتت أو حتموت أو كذا وممكن يكون لها كذا بنت يعني حاجة الحقيقة مرعبة ومزعجة جدا لكن صوت النساء ده هو اللي رعب الحكومة الإيرانية وحيستمر يرعب الحكومة الإيرانية وفي يوم المرأة العالمي أو في الأسبوع اللي بنحتفل فيه بيوم المرأة العالمي أنا بقول أنه حق الست دي مش هيروح وحق البنات اللي بتتسمم مش هيروح وأنه بنات هذا الشعب لن يسكتوا ونكمل نصلي من أجل شعب إيران بقالنا شهور من سبتمبر اللي فات وإحنا لحد دلوقتي بنصلي من أجل هذا الشعب والثورة مزالت قائمة والناس مزالت بتطلع وبتعترض والحكومة متعددة وده دليل من الأدل لا خلينا نصلي مع بعض وبصلي كل المؤمنين الموجودين حوالين الشاشة النهاردة يصلوا معنا الآن من أجل المرأة في إيران يا رب إحنا بنصلي من أجل هذا الشعب بنصلي إنك تغير قلوب الرجال وإنك تغير حياة النساء وإنك تعطي قوة وإنك تعطي شجاعة وإنك إنت من قلت إنه إنت الطريق والحق والحياة تعطي مخرج ليهم تعطي ترجع لهم حقهم يا رب تظهر حقهم كنور الظهيرة كما قلت إنت رب وإنك تعطي حياة وحياة أبدية أشكرك من أجل كل امرأة أو رجل أو شاب أو فتاة جم لمعرفتك وبقوا أبنائك اليوم وصلي من أجل هذا الشعب إنه يتحول من شعب قمع بيد الشيطان إلى شعب من أتباع المسيح جميعا في اسم يسوع أمين أمين في الأسبوع الجاية رب يكون عندنا يعني أخبار أفضل من كده خلينا بقى نرجع لموضوع حلقة النهاردة وفلسافة الإله التائه يعني موضوع سؤال أين الله دي زي ما قلت كلنا سألناك أطفال ولحد النهاردة بيشغل أذهلنا جميعا لكن بصور مختلفة ساعتني أقول مثلا رب انت فين في حياتي في الموقف ده أنا مش شايفاك في الموقف ده مثلا يعني المسيحين المؤمنين عارفين أن الله معاهم في كل وقت وأنه روح القدس الساكن فينا بيكلمنا وبيفهمنا وبيسكننا وبيعطينا سلام ويشجعنا في وقت الصعوبات أحيانا في وقت الصعوبة نقول له رب انت فين في الموقف ده أنا مش شايفة إيدك أنا مش شايفة إيدك لكن سريعا نرى يده ونرى عمله لكن أيضا في ناس بتبقى وإحنا في الإسلام مثلا كنا يعني نبص كده نقول طب التواصل اللي بيننا وبين هذا الإله يعني هو فين يعني أنا مثلا أنت بتصلي ما تقدرش ترفع رأسك لفوق وتنظر للسماء وانت بتصلي عشان يعني لا يسعقك ولا عيب ولا حرام ولا whatever كان التفسير بتاعه هناك فاصل هناك بعد هناك فهم لأنه يعني في فاصل بينك وبين هذا الإله بصفة شخصية خبرتي الأولى افتكرتها وأنا بكتب البرنامج النهاردة وأنا بفتكر أن أول ذكرياتي عن الحديث عن الله مع جدتي كان نفس السؤال ده هو ربنا فين فقيت لي ربنا في كل مكان الغريب جدا أن ردها علي ده يعتبر كفر وهي ما كانتش تعرف جدتي ست متعلمة بتتكلم عدد كبير من اللغات مش لغتين ولا تلاتة من أول اتنين ستاتة تتخرجوا محاميات كانت جدتي واحدة منهم يعني مثقفة جدا كانت بتسقف نفسها دينيا أيضا بصورة معتدلة ما كانتش عندها انغلاق فكري ولا كانت بتفكر مثلا في أنا محتاجة فتوى عشان أقول ربنا فين أو محتاجة فتوى عشان أروح أعمل كذا أو ما كانش عندنا الفكر ده وأعتقد أنه ما كانش في حياتنا الكاثرين لكن هي ردت بفطرتها أن ربنا في كل مكان ولما سألت أنا ممكن ألمسه وزعائتلي قالتلي لا حرام وعيب واستغفري ربنا ولا يلمس ولا مش عارف ايه لكن هي لم تكن تعلم أن ردها هذا يعتبر كفر غريب وأنا بفكر في كده لكن أنا بشكر ربنا أن جدتي الآن هي اليوم مع الإله الذي لا يهمل ولا يترك ويفي بكل وعد وأنها قبلت المسيح وهي الآن معاه وعارفة هو فين هي الآن تعلم أنه كان معنا دائما وأننا كنا بنتحدث عنه كمسلمين كالإله المجهول التائه اللي احنا تايهين عنه واللي هو تايه عننا واللي احنا مش عارفين ومش فاهمينه ولكن الآن هي تعلم أنا هو بشكر ربنا من أجل ده أنا كنت بسمع لبعض حديث الشيوخ في هذا الأمر فكرت كده في المسأل اللي بيقول لك اللي ما يعرفك يجهلك ده مثل مصري يعني مشهور قوي بسمع كلام الشيوخ وهم بيتكلموا عن هذا الإله الموصوف ليهم في القرآن وفي السنة وبيتكلموا عنه ولازم يوقفوا عند حد يعني يقول لك أنا أصفه بالوصف اللي وصف به نفسه وأسكت عن الباقي مش هقول حاجة تاني فصر فاهم يقول لك لا مش فاهم هو كده وبعدين بقى فيه طوايف بقى كتير منذ بداية الإسلام ومحمد نفسه كان تاي في معرفة مكان الإله ولا فاهم يعني إيه الله روح ولا فاهم اتساع فكرة الروح ايه يقول لك يسألونك عن الروح يبقى قلوا الروح من أمر ربي وخلاص بقى أنا شعرفني هقولكو ايه تاني ولا عارف معنى السماء فين واتصال الله بالسماء وإيه اللي هو يعني ازاي هو كان بيتعامل مع هذا الإله مرة يقول لك انه الله جاله في سورة شاب أمرض وبعدين يقول لك لا الله في السماء وقعد على العرش ودايما كان يعني دايما هناك لخبطة في الأمر فالحديث بتاع الجارية اللي قال لها الله فين قالت له في السماء وانا مين قالت له انت رسول الله فقال له خلاص بقى اعتقد دي مسلمة دي مؤمنة عشان قالت ان الله في السماء انت تعرف السماء فين لا ما يعرفش السماء فين الله بيعمل ايه في السماء لا ما يعرفش بيعمل ايه في السماء طب نقدر نقول ان الله في السماء ويعني حاجات كتير جدا مع انه محمد بقى اللي هو مؤسس الإسلام كان بيتعامل وجها الوجه مع الشياطين فيتعامل مع الشياطين ولكنه لم يفهم معنى العلاقة مع الله لانه لم يكن يدبع الله كان بيتعامل مع الشيطان مباشرة فلم يكن عنده فهم لمعنى قداسة الله عايزة أتنقل لنقطتين ثلاثة أقولهم كتعريف أنا مش عايزة أتكلم على المذاهب الإسلامية بشكل متوسع لأنه عملنا عليها حلقات كتير وأعتقد بقت مفهومة للكثيرين منكم لكن اللي يهمنا النهاردة أنه نتكلم عن المذاهب الإسلامية المعروفة كده سريعا بخاصة الأشعارية لأنه ده اللي بيتبعه الأظهر في الحنبلية والأشعارية والماتوريدية والمعتزلة والمجسمة يعني كل واحد منهم بيكفر تاني أو ينكر أشياء على الآخرين الأشعارية بيقولوا عنها بقى شيوخ أنا أعمل لكم تجميع كده ببساطة إنها عقيدة السلف الصالح وهي أيضا مرة تانية عقيدة الأظهر يعني إيه عقيدة السلف الصالح يعني الأفكار الجمعتها الجمعوها الأشعارة هما بيعتقدوا أن ده أخدوا مباشرة من السلف الصالح بس على فكرة البقين بردو بيقولوا كده فلكن دول بيقولوا إحنا عقيدة السلف الصالح وإحنا صح البقين بردو بيقولوا كده يعني فيش مشكلة فمثلا أن يجوا يتكلموا في موضوع صفات الله الجسدية والشخصية عشان تلاقي هذا الإله فين لازم تفهم هو بيقول إيه عن نفسه وإيه الاختلافات اللي بتحصل يريد توقفوا لي الشاشة الإختلافات اللي هما شايفينها في بينهم وبين المزاهب الأخرى فيما يختص بقى في مكان الله وصفات الله وكلامه عن ذاته وكلام ده كله فييجي يقولك أنه صفات الله إحنا ما ننكرهاش بس ما ينسبهاش لأنها تبقى شبه لمثلا يشبهوها بصفات الإنسان هم لا ينكروها ولكن أيضا لا يفهموها ولا يقدروا يوصفوها فيقولك كده كل مواصف الله نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه بس خلاص يعني إيه أنا كل اللي ربنا هيوصف نفسه بي أنا هتفسيره بالنسبالي إني أرى القرآن وأقول يا ده الله فوق أيديهم إنه الله على العرش استوى إنه الله لييد ليوش ليعين بيتكلم الكلام ده كله أنا هقولي الآية زي ما هي ومش هشرح حاجة ما ليش ما قدرش هشرح حاجة أنت بتقدرش تشرح إنك مش فاهم ولإنك لا تعلم ما هي هذا الإله أنت تجهل من هو هذا الإله أو تجهل ما هي الصفات اللائقة بالله فيقولك إيه الأشعار يقوله إنه ما وصف الله به نفسه نقره ونمرره يعني إيه أنا أقولك آه أمين هو كده أنت قلت كده في الآية ونعديه مع أننا مش فاهمين حاجة أنا لا أدعي إننا نستطيع إن إحنا نفهم كل شيء عن الله ولكن اللي إحنا أمامه النهار ده أنت بتتكلم مع مع ناس كل ما تسلموه وسلموه للمسلمين هم لا يفهموه ليس لهم تفسير هو جالنا كده يبقى كده الرسول قال كده يبقى كده الحديث ده اللي أنا بستمده بستمد منه التفسير والآية دي اللي أنا بستمد منها المعنى وهو كده وخلاص لكن ليس هناك روح الله الساكن فيهم لأنه هذا ليس هو الله في الكتاب المقدس مثلا الكتاب يعني كنت بسمع حاجة عن الكتاب المقدس بالتحديد دكتور جوردن بيترسون كان بيكلم على الكتاب بيقول أنه من العجيب أن هذا الكتاب عاش ألاف السنين القصص اللي فيه عاشت ألاف السنين زي ما هي وأنه كل كلمة فيه انت ماسك كتاب في إيدك كل كلمة فيه اتكتب فيها بلايين التأملات والمعاني والأبحاث كل كلمة كل جملة ولكنه يبقى كما هو مع أنه روح الله يعلن أمور جديدة كل يوم في حياة المؤمنين ولكن الكتاب يبقى كما هو الوصلة الكتاب ده الوصلة اللي هي كلام الله اللي بيننا وبينه تعرفنا أكتر وأكتر على من هو هذا الإله تربطنا بمحبته بقداسته برحمته بفهمنا لغضبه بوجوده في حياتنا ده شيء واللي احنا بنمر به غير يختلف تماما على اللي ربنا يوصف نفسه به نقره ونمرره الكتاب المخدس اللي ربنا يوصف نفسه به يقولك أنه المحبة هو الله محبة وإنتو كمان تبقوا مصدر للمحبة ينطبق عليك على طول لكن هنا احنا نقر نمرر وما نلمس ما تلمسوش مش هتكلم تاني أوكي ويقولك أنه هذا الإقرار والإمرار أنت بتقر البتاعه وتمرره الآية مع نفي المشابهة في الشكل بين الصانع وصنعته أنا عندي مشكلة في التعبير ده النفي في المشابهة بين الصانع وصنعته ده بيخليك على طول تقول أنه أنا أنه أنا ما فيش بيني وبين الله شبه خالص وده على خلاف الكتاب المقدس الكتاب بيقول أنه الله خلقنا على شبه ومثاله ده لا يعني أنه عنينا وبقنا ومناخرنا وشكلنا هو نفسه شكل الله لكن إحنا عندنا المسيح اللي جه في صورة بشر فبقى الشبه بيني وبينه قائم ليس شكلا فقط ولكن موضوعا بقى المسيح جه شبهنا علشان يقول لنا من خلالي تقدروا تتواصلوا مع الله القاب يهمني بقى أعرف بالتحديد شكل الله القاب في يوم هعرف في يوم سنقف أمامه من خلال المسيح لكن أنا عندي الوصلة اللي تخليني بنت الله عجيب جدا الفرق بين محبة الله في الكتاب المقدس عمل الله في صناعة الإنسان وكل ده يقارن ب حد واقف برا الصور خالص يعني كتاب بيدي شبه أنه الابن بيعيش جوا البيت لكن العبد بيعيش برا فده بقى مش عايش برا البيت في الساحة ده أنت واقف برا الصور خالص أنت ما تعرفوش خالص ففعلا اللي ما يعرفك يجهلك عبدالله عبدالله رشد يقول كده علشان الإسلام يخليك دايما بتحاول تمسك حاجات من النص علشان تحمي نفسك من غضب هذا الإله كل كلامه في القرآن تهديد ورعب ومش عارف إيه فيقول كده اللي يقول وجهه لاك الوجوه دي عبارة تنجيك قول كده أنه وجهه ما تتكلم عن وجه الله تقول وجهه لاك الوجوه دي عبارة تنجيك وأنه لا اشتراك في الصفات بيننا وبين الله ويقول لك مذهب السلف أنه هم لا يتكلموا عن آآ 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 مذهب السلف بيقول أنه هم لا يتكلموا في شيء من ده خالص ما تكلموش عنه خالص إثبتوا الصفة معنى في المعنى والمشابهة للبشر بس فعبدالله الرشدي ما بيجي يشرح للناس كده هو نفسه مش فهم هو بيتكلم عن إيه فيقول لهم عشان تحمي نفسك من غضب هذا لا قول كده وبس يعني وانا بتفرج عليه هو بيتكلم في الموضوع ده هو نفسه حافظ مش فاهم حافظ يعني بتهيالي أنه هو نجح في المعهد اللي طالع منه ده بالحفظ فتلاقيه هو بيقول الكلام رص كده هو عارف إيه الحاجات اللي هتنجيه كلمتين ثلاثة المعضلة الكميائية اللي بيعملها هي دي اللي هتنجيه هقول الكلمتين دول واسكت فتنجيك هو بيدي الناس الحل للحاجة اللي تنجيهم ولكن ما بيديهمش الحل لمعرفة الله ما مايخصناش خالص الحل في معرفة الله ده خالص خالص يعني شيء عجيب مسألة شرح الصفة لله من عدمهم بيقول بيقولوا مثلا من عدمها انت هتشرح الصفة ولا لا فيقول انه له استواء هو اعلم به تقول كده له استواء هو اعلم به واسكت لما تقول مثلا انه الله على العرش استواء فتقول انه له استواء هو الاعلم به او مثلا اما تتكلم عن يد الله فتقول النص بتاع الاية وتقول هو اعلم بما قال عن نفسه لكن ما تشرح يقولك كده انه القول التاني بيقول إنه فيما يؤمن بيه الأشعارة بيقول إنه إحنا نؤمن بالنص ونقول إنه صفة وده مش حرام بس اللي اتنين ما يخرجوش عن إطار القول وعدم الفعل شيء مرعب إنه الشرح ده كله اللي الشيوخ بتقعد تشرحه في موضوع صفات الله أو مكان الله والكلام ده كله شرح لما آمن أو لما شرحوا ناس من مئات السنين ووقفوا عنده واللجوم بعدهم إلى الآن لا يستطيعوا تغيير حرف لأنهم مرعبين من هذا الإله يقولك من صرح إن لله جسم كفر لازم تقول جسم لك الأجسام وإلا لو قلت إن الله له جسم يبقى مبتدع أو فاسق وده بقى ضربه مباشر في كون إنه المسيح الله الظاهر لنا في الجسد يسوع المسيح يسوع المسيح اللي أخلى نفسه آخذا سورة عبد شوف السلايد اللي جاي كده الكتاب بيقول كده إنه عظيم هو سر التقوى بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءة لملائكة كورزة به بين الأمم أؤمن به الله باعتراف هؤلاء ويقولوا بقى إنه الوحي المقدس بيقول كده الناس اللي كتبوا اللي كانوا مع المسيح بيقول ده الذي رأيناه الذي عرفناه اللي احنا عشرناه اللي كلنا وشربنا معاه هو الحقيقة يعني ده يناسب الكتاب العهد القديم ولكنه أيضا يناسب كتاب العهد القديم لأنه هناك من صار معه الله زي آدم مثلا وحوة الاتنين هناك من تحدث معه الله بصورة مباشرة مباشرة زي موسى زي إبراهيم الكثيرين الحقيقة سؤال ماذا كان سيحدث لو لم يظهر الله لنا ولم يتكلم الله كنا هنبقى زي الناس اللي فوق دول الناس اللي ما يعرفوش حاجة عن شخص الله كان حيبقى دائما فيه انفصال بين الله والإنسان وده مش من غرض الله أبدا من البداية الله كان عايز يبقى الإنسان في معيته أي إن كان المكان بقى ما يهمناش يعني أو الجنة زي ما بيقول الكتاب المقدس ما كانتش في السماء ولكن كانت على الأرض الأرض اللي ربنا خلقها للإنسان كان هو فيها وهنشرح حتة يعني إيه الله يكون محدود بمكان والكلام ده كل لكن لو لم يكن لو لم يتكلم الله لو لم نسمع صوته في الكتاب المقدس لو لم يتكلم يسوع كنا هنبقى فين لو لم ينقذنا الله من نفسنا كبشر ومن شرنا كبشر ومن خطيانا كبشر كنا هنبقى فين يعني الإسلام كالعادة يضرب في الأمور اللي تعيقك عن فهم شخص الله لازم يبقى فيه تعامية أنا بصلي يا ربي في اسمي يا سوع إنك ترفع البرقع القاتم على عينين إخواتي في المسلمين يا ربي بسألك إنك تظهر شخصك ليهم الآن وإنك تعلن محبتك ليهم الآن وإنك تكسر الكتب اللي كتبه الشيطان عليهم في إنك بعيد وإنك غير ملموس وإنك غير موجود أنا بصلي يا ربي إنك تتلامس معهم الآن وإنك تظهر حقك كنور الظهيرة في حياتهم في اسم يسوع نروح للمسألة التانية بقى في تحديد الله في مكان الأشعر بيرفضوا نسبة الله للمكان بيرفضوا قضية المكان لأن المكان مخلوق يقولك اللي بيقول إن الله في كل مكان هما اللي بيسموهم الحلولية ويقولك إنه حتى المجسمة بيقولوش كده المجسمة يقولك إن الله لييد وليعين فعلا وزي ما احنا بنشوفها كده والكلام ده المجسمة برضه مرفضين ولكن يقولك إن الله على العرش تاو ما يقولش إن الله في مكان معين لكن مسألة إنه الله يكون في مكان هو خلق دي غير مقبولة في الفكر الإسلامي هنشرح الحتة دي لكن أيضا من قال أن الله في كل مكان كفر كفر ليه؟ لأنه يقولك هل ينفع أن الله يكون في الخربات والأماكن الناجسة والحمامات والكلام ده كله ده مرفوض جدا عندهم خلينا نشوف التصريح الشيخ ده وهو بيقول نفس الكلام ويشوفوا يعني عايزكم تستشفوا مدى الرعب اللي هو فيه يعني إيه ده أنت بتقول إيه يعني لا 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 استغفر الله العظيم كده يعني خلينا نشوف من قال إن الله في كل مكان ما حكمه وهل تجوز الصلاة خلفه هذا كافر هذا حلولي يقول إن الله في كل مكان هذا حلولي كافر لم ينزه الله عن الحشوش ودورات المياه والمواطن القدرة في كل مكان تعالى الله عن ذلك هذا لا شك كفره العلماء الحلولية كفر بلا شك ولا يصلى خلفه يقولك كل من قال إن الله في كل مكان كافر فكرة إن الله ممكن يوجد في الحمام غير مقبولة عنده وإن الله يتنزه عنده تفكير بشري محدود بدرجة كبيرة يعني من التفاهى بصراحة لأنه ده برضه بيستخدمونه فيقولك إنه المسيح هو الله وإزاي بيأكل ويشرب ويدخل الحمام أنا مش فهم أن المسائل الطبيعية إلا الله خلقنا بهذا الجسد الله هو اللي صمم هذا الجسد سواء هذا الجسد فيه نفايات ولا ما فيهوش بيطلع منه نفايات دي طبيعة هذا الجسد هو كده تكوينه كده والله بيستخدمه كده زي ما هو والله لم يتنزه شوفوا اللي أنتو بتقوله يعني سبحانه بقى ومتعالي ويتنزه عن كذا لا الله لم يتنزه عن شيء خلقه بكل الحب يعني أسألكم سؤال أما إذنك يطلع شبهك بتبقى أنت فرحان قد إيه أو تبقى زعلان عشان نتوحش مثلا ممكن يعني لا بس يعني أنا بهذر لكن أنا أقول إنه إزاي الإنسان بيبقى فخور لما ابنه أو بنته يكونوا شبهه يعني الله لما يقول أنا خلقتكم على شبهي ومثالي مش مش شكلا فقط لكن صنعته وضع فينا أشياء منه فليه يتنزه عن اللي هو عمله يبقى شبهه من روح الله وليه إحنا دايما بننظر للشكل دايما بننظر للشكل الله لا ينزل للشكل الله ينزل للقلب الله يغير من الداخل الله يتعامل مع أرواحنا الشكل ده جسد الاستخدام الآدمي العام كي فيعني الأماكن اللي انتو علمكم محمد إنه دي فيها نجاسة ودي مش عارف إيه هي المسألة مش كده هي المسألة نظافة أو قزارة يا مش اللي احنا بنعتبره النهاردة قزر ده حاجة برضو الله ما بيهتمش بيها لا أعتقد إنه الله بيهتم بيه لكن ربنا عايزنا نبقى نضاف ونهتم بنفسنا ونهتم بأكسادنا وقدنا العقل اللي النهاردة نقدر نعمل بيه الحمامات النظيفة لكن لو انت قلت إن الله لا يمكن إن يوجد في الحمامات تبقى بتحدد الله فهمين إزاي؟ ولو انت قلت إن الله لا يمكن يكون موجود في الأماكن اللي احنا فيها تبقى بتحدد الله برضو ولا يمكنك كإنسان إنك تفكر إن الله عنده محدودية نفكر بالعقل في الكلام اللي احنا بنقوله خلينا نشوف الشيخ اللي جاي ده الشيخ البوتي وهو بيقول أين الله وهل يمكن إنك تثبت تثبت يعني للله جهة معينة؟ خلينا نشوف نحن ننزه ربنا عما لا يليه ننزه ربنا عن الجهة ونثبت له العلوم أثبت الباري لذاته العلوم نثبتها أم لا؟ سبح اسم ربك الأعلى فيها أيضا آيات أخرى لكن هل هذا يعني أن نثبت لله الجهة؟ لا يعني شمال الجهة؟ أنه واحد قال طيب الله عز وجل في الأعلى وين الأعلى؟ هون ولا هون ولا هون؟ بجوز نحن نعين جهة؟ لا أثبت لله ما أثبته لذاته وهو العلوم ولا تجي تقول يعني العلوم هون أو هون أثبت لله ما أثبته لذاته أنا لا أنا يعني موافقة جدا على الكلام ده علشان كده كلام الله الحقيقي في الكتاب المقدس بيثبت لنا أن الله معنا أنه المسيح هو عما نقيل الله معنا وأنه الله متواجد حيث يكون اتنين أو تلاتة اللي يكتمع على اسمي اتنين وتلاتة أكون في وسطهم الله في وسط الكنيسة الله في وسط بيوتنا الله في وسط أبنائه أبنائه الله في وسط المحتاجين الله معنا أقول بقى أن الله هنا في قلبي أقول أنه يملأ هذا المكان اللي يمجد اسمه نعم الله معنا الساكن في الأعالي هو الساكن في وسط الكنيسة الساكن معنا الساكن في قلبك كتاب بيقول كده الله بيقول أنا عايز أسكن معاك أنا حزينة وأنا بشوف قد إيه سطحية التفاهات اللي بتكلموا بيها عن الله أقول في الجهة دي ولا أقول في الجهة دي على فكرة بقية الفيديو ده الشيخ البوتي بيقول إيه أنه كان فيه واحد في أوروبا أو أمريكا بيتكلم في جامع وطبعا يعني معرفش يعني أوروبا وأمريكا دول بقوا واحد لضبوا في بعض إزاي معرفش لكن يقول لك كان بيتكلم في الجامع وقال لهم أنه الله في السماء فأشر لفوق فواحد أم قال له طب ولما إحنا نروح في القطب التاني بصك الكلام إحنا نروح بقى في القطب البعيد ونشاور هنشاور لفوق ولا هنشاور لتحت أنا أنا ما بقتش فهمة يعني إلى اليوم تحديد عقول هؤلاء الناس بما يعني ما هو موضوع بين القرآن والسنة حدد عقودهم وبعدهم عن العلم خالص ولا هم فهمين بقت أشياء مضحكة فهو بيقول لك أنه الراجل التكسف معرفش يرد يقول له إيه معقولة برضو يعني هنتكلم على ربنا كده هي نفس الطريقة اللي تربينا عليها متسأليش عن ربنا يعني أما أقول طب أنا أقدر ألمس الله أيوة تتلامس مع الله بالقلب وبالفكر وبالروح وبقبولك ليه في حياتك نعم تستطيع لأن الله معنا شيء غريب نشوف ثلاث مقاطع للشيخ الخميسي ونشوف المقطع الأولاني وهو كده بيتكلم عن موضوع أين الله بردو نفس الحكاية أين الله فخلينا نشوف الفيديو اللي قاية هل الله مكان؟ هذا السؤال يسأل كثيراً أولاً لا بد أن نعلم أن الله خالق وكل شيء ومن مخلوقاته سبحانه وتعالى الزمان والمكان فلا يقال أن الله في مكان بحيث أن هذا المكان يحوي الله لا الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى ومن صفاتي سبحانه وتعالى أنه بكل شيء محيط بل الله محيط بكل شيء جل في علاه فلا يقال الله في مكان أي أن هذا المكان يحيط بالله سبحانه وتعالى أبدا طيب هو بيقولك أن ما تقدرش تقول أن الله في مكان لأن الله خلق المكان الله خلق المكان وخلق الزمان وخلق كل شيء هل هناك شيء لم يخلقه الله لا بس الله روح هو يحتوي كل شيء وده لا يعني أنه لا يستطيع أن يكون فيما يحتوي يعني المسيح جه على الأرض اللي هو خلقها تعامل مع البشر اللي هو خلقهم أعطى حرية للبشر اللي هو خلقهم لأنه يستطيع إن قلت أن الله لا يستطيع ودي المشكلة اللي بتقع فيها دايما إن قلت أن الله لا يستطيع أنت حددت الله برضو لأنك لا تفهم طبيعة الله أنا ما قدرش أقول أنه الله يخطئ لأنه طبيعته لأنه طبيعته قداسة دي حاجة تخالف طبيعته بس اللي أنتو بتقولوه ده بيقول أنه طبيعته الانفصال عن البشر وده عكس تماما مقصد الله من خلقة الإنسان خالص الكتاب بيقول كده الرب بيقول في سفر الأمثال لذتي في بني آدم يعني الفرق غير عادي عدم فهم المقارنة بقى هنا إنه إنه روح الله ساكن فينا روح القدس ساكن فينا هل هل روح الله الساكن فيه يحدد الله أبدا إحنا نسيج أولاد الله هما نسيج عمله هو بإيده عشان تطلع منه الكنيسة عشان يطلع منه أبناءه إحنا نسيج واحد شوف الفيديو اللي بعد كده فنحن عقيدتنا أن الله فوق سماواته سبحانه وتعالى وإذاك من أسمائه العلي سبحانه وتعالى فوق كل شيء جل في علاه وهكذا نقول جل في علاه سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم علو الذات علو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وثم استوى على العر علو المكان فالله في مكان عال جدا وليس المكان محيط به ولكن يريد أهل العين عندما يقوم في مكان يريده أي في العلو سبحانه وتعالى فالذين ينكرون المكان أو ينكرون علو والله تبارك ويقول الله ليس في مكان وأهل السنة عندما يقول لا الله في العلو أثبتهم المكان لله تبارك وتعالى يعني هو في نفس نفس الجملة هو ناقد نفسه لأنه الكلام ما يركبش على بعض لو قلت الله ما ينفعش يكون في كل مكان ولازم يبقى له مكان واحد أنت أثبت على الله أنه محدد بمكان وحتت بقى إيه أنه الله عالي ومتعالي ونثبت له القهر لأنه هو القهر فوق العباد والكلام ده كل كلام يعني بيوريك قد إيه مثلا ما كنا بنعمل الحلقات بتاعة أسماء الله الحسنة أعود أسمع وأقرأ في اللي الشيوخ كتبوه واللي كتب في التفسيرات والتفسير وعن معنى الأسماء يجي عند حد معين يقول لك الله أعلم هو كده أنا معرفش يعني إيه الله مضل معرفش هو ضلال وغير ضلال للعباد يعني يعني إيه الله جبار متكبر كبرياء وغير كبرياء العباد فتنسب لله صفات سيئة زي القهر مثلا وهو مش عارف ففسره فنفس الحكاية هيقول بيقول لك إن الله على العرش السوا لكن ما يقدرش يقول إنه ده يحدد الله في مكان يقول لك هو فوق فوق خلاص فوق فين وعندك الشيخ التاني اللي بيقول لك أهو لأ ما تقولش ما تحطش اتجاه طب تروح لمين فيهم مش عارف هل الله خلق العرش مثلا أنا أقول لك الله ما يتحددش بحاجة هو خلقها فماقدرش يكون في مكان هل خلق الله العرش إزاي الله كلم موسى مثلا مش ده كان في مكان بردو يبقى كان موجود ولا مش موجود هل أنت بتثبت المكان لله عندما تقول إنه على العرش يعني كان في أعتقد محمد كان بيقول لأبو بكر لا تحزن لأن الله معنا طب يبقى معاك ولا مش معاك بس الفرق بقى إنه لما محمد والمسلمين قالوا إن الله معنا لأنه قال بعد كده إنه الله منفصل عنهم فبقى الفهم إنه ربنا في صفنا هو في صفي في الموضوع ده عشان أنا مسلم وكذا فبقى الله في صف المسلمين ولكنه ليس معهم من المعية يعني في وسطهم لن تجدوا في وسط البيوت لأنه منفصل عنهم في الفكر الإسلامي إنما في الكتاب المقدس الله كله الموجود يوجب إنه يكون موجود في كل مكان وإنه ليس هناك مكان يستعصع والله إنه يكون فيه شوف الفيديو ثم أنتم انظروا في أنفسكم نحن إذا دعونا الله تبارك وتعالى ماذا نفعل هكذا نرفع يدينا إلى السماء لماذا لا ندعو هكذا أو هكذا لماذا لأننا نعلم علما يقينا أن الله فوق سبحانه وتعالى وإذا كالله يقول آمنتم من في السماء أي في العلو والسماء هو العلو كل ما علاك فهو سماء فكل ما علاك فهو سماء ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية قالها أين الله قالت في السماء أي في العلو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة يعني ده إقرار لما هو لك هو الله فوق في السماء ده إقرار إن الله موجود في مكان مكان هم مش عارفينه وإن السماء دي مكان موجود هوما برضو مش عارفين هي فين السماء دي لكن هناك تحديد بقى أو قصور في الفكر مثلا الفرق بين الشيخ البوتي والشيخ الخميسي مثلا في شرح أنا برفع إيدي والتاني يقول لك ما تحددش اتجاه لله فهما وجهة النظر وإنت بتسمع الشيخ دي بتتكلم مش بيتكلموا عن الأرض والسماء كأنها جزء من عالم مليء بالمجرات مثلا لكن بيتكلموا عنها كأنها محدودية ما يعلموا عن هذه الأرض فقط فأنا مش فهمة أنت بتبص للسماء دي وفاكر أن في طبقات مثلا في السماء دي الله موجود فيها على حسب الكلام اللي قاله محمد بقى في الإسراء والمعرض يعني هناك خرافات كتيرة بتوريك أنه في محدودية في الفهم الشيخ مصطفى العدوي بيقول كده حاجة مهمة أو يعايزة أقره لكم زي ما هي بيقول بيقول جزء من الكلام اللي قاله قال أنه لما الأشعارة بيتكلموا على الله بالشكل ده بيقولوا كأنهم بيتكلموا عن عبادة العدم أنتو بتعبدوا شيء مش موجود كيه فبيقول كده الشيخ مصطفى العدوي بيقول يقول الشاعر الأشعارة بينفوا صفة اليد ولا يؤولوها هما ما بينفوش صفة اليد ما بينفوش صفة اليد لكن هما بيقبلوها زي ما هي ولا يؤولوها كيه فبيقول كده إن أولوها في مكان فلن يصح التأويل في مكان آخر ما منعك أن تسكد لما خلقت بيدي تبقى ييد ولا مش ييد مثلا أو إنه ما منعك أن تسكد لما خلقت بيدي كلتا يدي ربي يمين مباركة ده الكلام اللي المحمد بيقول يعني إله الإسلام عنده الثاني يمين عشان الشمال حرام مش عارف يعني هو مدينا إحنا الشمال الحرام هو وليه للتنين يمين خرافات برضو يعني من ضمن الخرافات وإنه يا ده مبسوطتان والسماوات مطويات بيمينه ومسألة إنه لو إنتوا أولتوا بعض الآيات تأولكم فيها يعني مش هيمشي على كل الآيات فالاختلاف كبير بين الشيوخ في هذه المسألة لن يستطيعوا إنهم أبدا يعترفوا إنه هناك قرب بينهم وبين هذا الإله لأنهم مرعوبين منه فييجي واحد زي عبدالله رشدي يقولك لما تقول كذا قول كذا وتقفل بالحتة دي فتبقى أمنت غضب الله وهكذا بصوا الله يعني إيه كلي الوجود كون الله كلي الوجود يخلي إيه يخليه يبقى موجود في كل مكان في العهد الجديد وفي العهد وفي العهد القديم الكتاب المقدس بيتكلم عن إنه الله كان يسكن في وسط شعبه لما الله في بداية خلقته للإنسان كان بيتمشى في الجنة مع أدم وحوى بيتكلم معاهم وبيبحث عنهم وبيتعامل معاهم وبيصلح حياتهم ويتناقش ويتحاور معاهم ويعلمهم ده آدم وحوى ما كانوش مختلفين عننا وآدم ما كانوش مكانة تختلف أبدا عن مكانة إنسان اليوم إلا إنه الإنسان الأول محبة الله لآدم كمحبة الله لكلية الله تكلم مع نوح الله تكلم مع قيين في قصة قيين وهبيل كان حديث الله مع قيين يكشف إنسانية الإنسان الشرير الشريرة طبيعتنا الشريرة القتل للقتل والشر للشر لكن الله مع ذلك وقف وقال له احترس عند الباب خطيئة رابدة لازم تتنحى عنه حديث بين الله وقيين وكانوا قريبا خرجوا من المكان اللي كان معد ليهم وكانوا قريبا على الأرض كان الله بيتعامل معه كل ما نعلم ويتفق عليه الجميع على حديث حديث الله مع موسى وزهورات الله بشكل يعني رائع وغير عادي في الكتاب المقدس تبهج القلب تنور الروح أما تفكر أنه الله علشان يدي قانون لشعبه أخذ موسى وطلعه على الجبل عشان يقول له تعالى أنا هقولك الوصايا العشر وازاي تتعلم الشعب ده عني والكلام ده كله وأن الله كتب هذه الوصايا بأصبعه زهوراته وحضوره في وسط شعبه أنه روح الله يحل في وسط الشعب ده في العهد القديم كتير جدا لكن العهد الجديد المسيح نفسه اللي جه عشانك وعشاني اللي عشان يخلصك ويخلصني اللي كان في وسطنا واللي ابتدى الكنيسة بينا فالمسيح قال أنه هو لن أترككم يا تاما أنا أرسل لكم الروح القدس المعزي روح الله الساكن فينا اللي بيرشدك ويرشدني اليوم المنتظر أن أنت تفتح له قلبك اليوم كل ده تعاملات الله اللي لا يمكن أنها تمنع أن الله خالق الكل ولا يحده شيء وأنه موجود في السماء السماء اللي احنا برضو يعني في الكتاب المقدس ما بتكلمش عن السماء بشكل وغرافي السماء موجودة في الحتة الفلانية ولا الحتة الفلانية وبيتكلم عن أنه الله نزل وأنه المسيح صعد وكلام ده كله وأنه فيه اتجاه لوجود السماء دي لكن ما نعرفش السماء دي فين ولكن أيضا ده مش مهمة قوي لأنه يا جماعة الله عايش في وسطنا روحوا ترشدنا كل يوم خليني أخذ السفر الرؤية الآية الأخيرة دي في سفر الرؤية بيقول كده الكتاب ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد وأنا يحنى رأيت المدينة المقدسة أرشاليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس بصلي إنك يكون ليك نصيب ويكون ليك نصيب يكون مسكنك مع الله هو دا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح الله كل دمع من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد أين شوكتك يا موت مفيش موت بعد كده في الحياة مع المسيح ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت كتاب مربوط ببعضه لما أما تيجي للمسيح بيقولك هو ذا الكل قد سر جديدا لأنه كل الأشياء العتيقة قد مدت وهنا بيقولها بردو مرة تانية لأنه الأمور الأولى قد مدت وقال الجالس على العرش ها أنا صانع كل شيء جديدا أنا حقول زي ما قال الرب كل هذه الأمور صادقة وأمينة بصلي إنها تكون لمسة النهاردة تديك اشتياء إنك تكون مع هذا الإله الغير المنفصل عنك اللي بيتابعك اللي بيطلبك اللي بيشجعك اللي بيقولك أنا موجود اللي بيدي لك رسائل دايما من يومين قبلت شخص عايز يعرف عن المسيح فقلت له إن الله هو الذي يبحث عنك ومش أنت اللي بتبحث عنه بصلي كده بصة لمست قلبي لأنه ما كانش مصدق إن الله بيبحث عنك وأنا أيضا وإنتي أيضا ما كناش نعرف إن هذا الإله المحب يبحث عنه فيعطينا حياة جديدة فقط ارفع عينك وارفع عينك ليه وليه يا رب أنا محتاجة التلامس معاك أنا محتاجة إن أراك في كل أموري أنا بصدق إنك عايش في وسط أبنائك أنا بطلب إنك تعيش في وسط حياتي وتكون مركزها وإنك تجعلني أراك دائما زي ما الجمعة كانت بتقول نريد أن نرى يسوع قولي أنت كمان أريد أن أرى يسوع في اسم يسوع تجاب كل طلباتكم اليوم أشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة